التعاون لحل الصرع ياه! ما الذي قمت به أنت؟ أنا قدمت قبلك لأضع إعلاني هنا أنا قدمت ووجدت هذا المكان فارغاً فقمت بلصق إعلاني فيه لا! أنا الذي سأضع إعلاني هنا أنا قدمت قبلك ووجدت المكان فارغاً أبداً! أنا عندما قدمت إلى هنا وجدت المكان فارغاً فلم أقرأ عليه كلمة محجوز أريد أن أضع إعلاني هنا لأنه إعلان مهم هل هذا واضح؟ لا! إعلاني أهم ما بك؟ أتود الشجار معي؟ أنا أقول إعلاني أهم برأيكم من كانت روايته هي الصحيحة ولماذا؟ ولو كنتم في مثل هذا الموقف ماذا ستفعلون؟ وهل تظنون أنه سيكون هناك حلول يتفق عليها الطرفان؟ لو سمحتم لي اهدئوا قليلاً أنا من نادي الوساطة الجامعية وأود مساعدتكم في حل المشكلة إذ قبلتم بالطبع أن أكون وسيطاً بينكم أنا أفضل ذلك وأنا أقبل لا مشكلة لدي لاحظوا من خلال هذا الفيلم القصير الذي تم عرضه أن يتدخل الوسيط عندما يحاول كل طرف تقديم روايته دون الاهتمام برواية الآخر متمسكاً بالجدل واللوم بدل الحوار البناء والفعال إيجاد صياغة مناسبة تمكن الوسيط من تغيير مجرى الاتصال بتحويله إلى طريقة أكثر ملاءمة لحسم الخلاف القائم على الوسيط التعامل مع الصراع الذي قد يواجهه بمهارة وحكمة وذلك بالبحث عن حل وسطي لعلاج المشكلة اشتركوا في القناة